وهذه تكملت المنقبة مالت تقبيل يدنا جدنا السيد أحمد الرفاعي مصد طريقة الرفاع الصوفية ساكن مع عميد العراق في كتاب كتاب كنز المنطلس مد يد النبي صلى الله عليه وسلم يولدي الغوث الرفاعي تلف أبو الهدى الصيادي وهذه الأبو الفتوح حرب اللي سووا المهم بصنة هنا وسئل البارزي عن النبي صلى الله عليه وسلم هل هو حي بعد وفاته فأجاب صلى الله عليه وسلم هو حي وكان سعيد من المسيب رضي الله عنه مالحر لا يعرفه واقتصلا إلا بهمهمة سمعها من قبر رسول صلى الله عليه وسلم واخرجها زوير بن بكار في أخبار المدينة على سعيد من المسيب قال لم أزل أسمع الأذان والإقامة في قبر رسول صلى الله عليه مالحر حتى عاد الناس وقال اليافع عفيف الدين الأولياء يرد عليهم أحوال يشاهدون فيها ملكون سمواته الأرض وينظرون الأنبياء أحياء غير أموات كما نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى موسى عليه الصلاة والسلام في قبره وقال وقد تقرر أن ما جاز الأنبياء جاء مع جزة جاز الأولياء كرامة بشرط عدم التحدي قال ولا ينكر ذلك إلا جال ونصوص العلماء في حياة الأنبياء كثيرة لا تحصا فأنك تفي بهذا المقدار وحيث أن الحياة ثبتت والسماع كلام أمامهم ورؤيتهم عليه الصلاة والسلام صحة وقوعها عند الأولياء فخروج جهد النبي صلى الله عليه وسلم السيد سيد أحمد بن الرفاع رضي الله عنه ممكن ولا يشك فيه إلا ذو زيق وضلالة أو منافق طبعا الله على قلبه وإن إنكار هذه المزية ومثلها يؤدي إلى سوء الخاتمة حمان الله لما فيه من إنكار معجزة دائرة